نتكلم عن الصفقات الجديدة بما أنت ذكرتها في الخبر اللي معاك وعايزين نتكلم كمان عن فكرة هنا مادست تحديدا اللي مفروض المهاجم بتاع الفريق الجديد اللي قرر كمان كالر أنه هو حيشاركه بإذن الله في أول المباريات الموجودة قولت ظهور لي بحسب وجهة نادر نرجع نقول طبعا كالر أكيد شفنا ماتشل السوبر كان عندك ريدا سليم كان عندك إمام عشور أكيد أكيد كل الجماهير الأهلوية متوقعة كريم حيكونوا إضافة قوية جدا للفريق مع طبعا العناصر الأساسية فكل التوفيق للنادي بإذن الله في أول مواجهة بقى ليه في مسبق الدوري يعني طبعا إحنا أصحاب اللقب وهارجع أقول اللقب الغالي بتاعنا في التوفيق للموسم الجديد واللي حيكون مميز بدون أي أزمات بقى في الكرة المصرية ودي حط تحتها كذا خط لأن طبعا يعني مش هارجع أقول تاني في حد السبب في الأزمات اللي بتبر بيها الكرة المصرية بس هي موجودة يعني شيئنا أو قابينا هي الأسف الشديد موسم بعد موسم بيبقى فيه برضو أزمات للأسف الشديد مكملة معنا ربما البعض بيشتغل من بعض المسؤولين بيشتغلوا على أزمات موجودة لكن لسه كريم بيبقى فيه أزمات مكملة معنا فنتأملنا يكون فيه حال يعني أوضح كمان مش بس أفضل في الفترة اللي جاية وإحنا برضو خلينا نبقى صرحة شوية أو ندي للناس حقها فيه ناس كتيرة بتحاول يكون الدوري أو الشكل أفضل بكتير ويبقى فيه يعني تطوير كمان في المنظومة من الجهة بتاعته لكن الربطة برضو خلينا نقول بتسعى بقوة لانتظام المسابعة أنا أتمنى التوفيق لأن الموضوع أصبح بصراحة في أمس الحاجة أن أنت فعلا تعمل جدول منظم ما يعنيش منه فريق ومنكلمش بس عن نادي الأهلي هو بطبيعة الحالة بيعاني منه الأكتر نادي الأهلي بس مش عايزين أي حد يجي يعاني ويبقى شيء زي ما بتقال كده سلسلة مقررة